اشتركوا في القناة ازيادوا عدد ضحايا مجزرة البارة واحسم بجبل الزاوية الى ثمانية قتلى من بينهم نساء القوات التركية تدمر دبابة لميليشيا اسد وتقتل طاقمها في كافرنبل جنوب ادلب بدءوا اولى جلسات محاكمة باسم عوض الله وحسن بن زايد بتهمة مناهضة الحكم في الاردن الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي يبدي استعداده لاعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية الولايات المتحدة تهدد الصين بالعزلة الدولية اذا لم تساهم في الكشف عن منشأ فيروس كورونا كشف موقع تجمع احرار حوران عن مصادر محلية عن قيام الاحتلال الروسي بتجديد مرتزقة من شبان ضرعة بحجة حماية منشآت نفطية في روسيا واكد المصدر انه بعد نقل المرتزقة الى روسيا يتم ارسالهم الى مناطق ودول مجاورة تابعة لها من بينها ارمينيا مشيرا الى ان مدة العقد هي خمس سنوات معنا عبر الهاتف من عمان ايمن ابو محمود الناطق باسم تجمع احرار حوران سيد ايمن مرحبا بك معنا الى هذه النشرة ما دقة هذه المعلومات التي تتحدث عن تجنيد روسيا لمرتزقة السوريين من حوران وجلبهم او تسفيرهم لحماية منشآت نفطية في روسيا وفي محيط روسيا نعم سلام عليكم قياكم الله تحية لكم والابتداء المشاهدين في الحقيقة نعم هناك عدة مصادر ومصادر متقاطعة من محافظة درعة اكدت لنا قيام عدد من ابناء محافظة درعة من الريف الشمالي والريف الشمالي الغربي من محافظة درعة بتثجيلهم عقود عمل وذلك من خلال مكتب في محافظة السويداء هذا المكتب يديره شخص يدعى هادي عزام السفريات هو أيضا هذا المكتب للسفريات والحوالات في محافظة السويداء وهذا الأمر في الحقيقة هو ليس جديدا منذ عدة أشهر حاولت روسيا عن طريق عملاء لها وعن طريق فرع تحديدا فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية الذي يديره العميد لؤيا العلي حاول من خلال الميليشيات التابعة له محاولة استقطاب ما يمكن استقطابه من أبناء الجنوب وذلك لدفع هذه القوات للقتال إلى جانب حفتر في ليبيا تمجحوا للأسف مستغلين الحالة الأمنية في محافظة الدرعة وحالة نتحدث هنا الاقتصادية والفقر الذي يعاني منه الشبان في الجنوب السوري حاولوا أيضا مسبقا في محافظة القنيطرة وفشلوا ما طبيعة هذه العقود سيد أيمن؟ لأنه بالعقود المتعلقة في التجربة السابقة في ليبيا والتي كانوا يعملوا ضمن غطاء فاغنر قالوا أن لم تلتزم الشركات أو مكاتب الوساطة بدفع كل المستحقات أو الرواتب التي تم الاتفاق عليها تفاصيل العقود الجديدة المتعلقة بروسيا وأرمينيا نعم بهذا الصدد يبدو أن الأمر مختلف عن السابق بحسب المصادر أيضا التي وردتنا يعني أن الراتب قد يصل إلى ثلاثة آلاف دولار شهريا شهريا بالضبط وهناك إجازة لمدة شهر يعود بها الشخص إلى مكان إقامته في سوريا مدة شهر في كل عام ومدة العقد كما أسلفت خمس سنوات بحسب المصادر التي وردت طيب تمكنوا حتى الآن من استقطاب من تجنيد من توقيع عقود معينة جديدة يعني هناك عدد من أبناء المحافظة بادروا بالتسجيل سوى أن هذا المكتب يعني والشخص الذي يقوم بالتسجيل يقوم بدفع مبلغ مئة ألف ليرة سورية يعني يرفق ذلك بصورة الهوية الشخصية وإثبات شخصية إخراج قيد مدني ويعني في الحقيقة هناك يعني قام عدد كما أسلفت يعني من الأشخاص بالتسجيل ويتم يعني اختيار الأشخاص عن طريق هذا المكتب بعد أن تقوم الأجهزة الأمنية بدراسة أمنية عن تجريها عن هؤلاء الأشخاص وبإشراف أيضا يعني من شرطة الاحتلال الروسي إذن حتى الآن لم يسافر أحد يعني الموضوع قيد التجهيز سيد أيمن تماما تماما الموضوع قيد التجهيز ولم يعني يسافر أي أحد حتى هذا الأمر ويعني أود الإشارة أن عملية التجنيد هذه تأتي يعني بالتزامن يعني مع ما أصدرته يعني شعب التجنيد التابع لوزارة الدفاع في سوريا أصدروا يعني إعطاء أذونات لمنح يعني منح الشبان في الجنوب السوري وهذا الأمر يعني في الحقيقة تشهد المحافظة ومركز مدينة الدرعة بشكل شبه يومي هناك المئات من أبناء المحافظة يتوجهون إلى شعب التجنيد ليتمكنوا من أن يأخذوا هذا المنح ويعني يشهد في الحقيقة الجنوب السوري خروج للعشرات من أبناء المحافظة بشكل يومي عن طرق التهريب تارة وعن طريق المعابر الحدودية تارة أخرى يتجهون إلى لبنان وإلى أوروبا ومنهم من يتجه إلى دول الخليج عن طريق مطار دمشق الدولي ومنهم من يتجه إلى أربيل في كردستان العراق طبعا للمقيمين في سوريا مبلغ عفوا للمقاطعة بس بدي أسف مبلغ ثلاثة ألف دولار كما ينص العقد أو كما تأخذ تلك مكاتب الوساطات وروسيا مبلغ يعني مغري أليس كذلك شهريا تماما وهذا يعني ما وردنا حقيقة من عدة مصادر ويعني لم نسرده في التقرير الذي نشرناه اليوم يعني بهدف التحقق من هذه المعلومة سوى أن أحد المصادر ذكر أن هناك إغراء لهؤلاء الشبان يعني ممن يتم قبولهم من قبل هذا المكتب ليتم تسفيقهم إلى روسيا ومن ثم التوجه بهم إلى أرمينيا وكل هذا نتيجة لكما أسلفت الظروف الأمنية التي تشهدها المحافظة من اغتيالات واعتقالات لا تكاد تتوقف إضافة لتجارة المخدرات وكل هذا يعني تمارس الضغوط على الشبان بهدف انضمامهم للميليشيات الإيرانية وميليشيات النظام ومنهم من يعني يجبر على ذلك ويخرجون الشبان من المحافظة هربا يعني مما أسلفت من جحيم القبضة الأمنية في الجنوب السوري شكرا جزيلا لك على كل هذه المغلومات سيد أيمن أبو محمود الناطق بسم تجمع أحرار حوران كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من عمان ازدادت حصيلة ضحايا المجزر التي ارتكبتها ميليشيا أسد بقصفها غلى بلدتي إحسم والبارة بجبل الزاوية ازدادت إلى ثمانية قتلى من بينهم سيدتان المزيد في تقرير مراسلنا جميل الحسن استشهد ثمانية مدنيين بينهم امرأتان وإصابة أكثر من ثلاثة عشر مدنيا بينهم نساء وأطفال نتيجة استهداف بلدة البارة بالقذائف المدفعية والصاروخية إضافة إلى الصواريخ الموجهة أو يعتقد بأنها موجهة ليزاريا بعد رصد طيران الاستطلاع لتوجد المدنيين بالإضافة إلى خمسة شهداء أو ستة شهداء في بلدة إحسم الحصيلة الكاملة هي ثمانية شهداء حتى هذه اللحظة كحصيلة غير نهائية أعداد الإصابات تجاوزت الثلاثة عشر إصابة أثناء تواجدنا في المكان ورصد الاستهداف حصل استهداف آخر للمدنيين وأصيب رجلان مسنان وتم إسعافهم باتجاه النقاط الطبية في الشمال السوري نظرا لكثافة القصف والاستطلاع إلى ذلك دمرت القوات التركية دبابة لميليشيا أسد وقتلت طاقمها إثر استهداف مواقع للميليشيا في كفرنبل جنوب إدلب بدورها استهدفت الفصائل مواقع غسكرية للميليشيا وذلك ردا على ارتكابها مجزرة في جبل الزاوية راح ضحيتها ثمانية مدنيين من بينهم نساء أفد ناشطون بمقتل امرأة وإصابة مدنيين آخرين برصاص ميليشيا قصد في ريف الحسكة وضفوا أن الميليشيات أطلقت الرصاص غلى سيارة لنقل الركاب عند مدخل بلدة تلحميس جنوب مدينة القامشري كذلك لفت إلى أن الحادثة جاءت غلى خلفية هيراك بالأيدي وقع بين مدنيين وغناصر من قصد خلال محاولة الأخير اختطافهم بهدف ما يسمى التجنيد الإجباري بدأت أولى جلسات محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد المتهمين فيما غرف بقضية الفتنة بالأردن ويمثل المتهمان أمام هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية بعد قرابة ثلاثة أشهر من اعتقالهما كما نقلت سائل إعلاما عن رئيس هيئة الدفاع غن عوض الله توقعه أن تستارق المحاكمة من أربعة إلى ستة أشهر شدد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي على أنه لا عقبات أمام استعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية في السياق قد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن بلاده منفتحة على فتح صفحة جديدة مع المملكة وقال خطيب زاد أن تهران تنظر بإيجابية إلى المباحثات مع الرياض مشيرا إلى أن الحوار مبنيا على إعادة العلاقات الدبلوماسية وتسوية الخلافات القائمة بين البلدين وفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تستهدف قطاعات اقتصادية رئيسية في بيلاروسيا في إطار تكثيف الضغوط على مينسك بعدما أجبرت طائرة على الهبوط واعتقلت معارضا كان على مبنها العقوبات هي طريقة للضغط على حكومة بيلاروسيا وستكون مؤلمة للاقتصاد البيلاروسي هددت الولايات المتحدة الأمريكية بعصل الصين دوليا إن لم تسمح بكين بدخول خبراء دوليين لدراسة منشأ فيروس كورونا المستجد ونقلت وسائل إعلام عن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن الوطني جيك سوليفان نقلت قوله إن بلاده تبذل جهودا بهدف توحيد دول العالم لإجبار الصين على السماح بدخول محققين لمعرفة منشأ الفيروس أو أنها ستواجه عزلة دولية تامة على حد وصفه هبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية جديدة بسبب ارتفاع مفاجئ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ليصل سعر الليرة التركية مقابل الدولار إلى ثمانية وسبعة أعشر في المائة مقابل دولار الواحد بحسب نشرة سعر صرف الليرة التركية في المصر في المركزي التركي وفي السوق السوداء خدم النشرة شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة